كانت آلاء في العاشرة من عمرها عندما توفي أبوها وعاشت مع أمها وأخيها الصغير أياما عصيبة جدا حيث لم يترك لهم الأب مالا وكانت الأم عزيزة النفس ترفض أي معونة حتى أنها كانت تأمر آلاء بإغلاق باب المنزل عندما كانت تخرج للبحث عن عمل وتصيها بعدم إخبار أحد من الجيران بعدم وجود طعام في بيتهم وتؤكد لها أن الله يراهم وسيرزقهم وفي ليلة عانت آلاء من حمى شديدة فأخذتها أمها إلى المستشفى وكانت الطبيبة رقية التي استقبلتهما وأشرفت على حالة آلاء طيبة القلب فقد اعتنت بآلاء طوال الليلة كما تحدثت مع أمها طويلا وفي صباح اليوم التالي تحسنت صحة آلاء وزالت عنها الحمى فأذنت لها الطبيبة رقية بالعودة للمنزل والتفتت نحو أمها وأعطتها مبلغا من المال وورقة صغيرة وقالت لها في هذه الورقة عنوان مدرسة خاصة تديرها صديقة لي ستذابين إليها وستجدين هناك عملا وإن احتجت إلي فاتصل بي فقد كتبت لك رقمي هنا اتصل بي في أي وقت وسأكون تحت أمرك عادت آلاء إلى المنزل وهي ترى على وجه أمها ابتسامة وفرحة ثم خرجت الأم بعد الظهر وعادت وهي تحمل أكياس طعام وفاكهة وبعد الغداء أخبرت الأم ابنتها بأنها وجدت عملا في مدرسة خاصة ومرت الأيام ودارت الأعوام وأصبحت آلاء طبيبة في أكبر مستشفيات مدينتهم وفي يوم تم استدعاؤها لإجراء عملية جراحية عاجلة لشاب في مقتبل عمره تعرض لحادث مروري وحالته خطيرة جدا وبعد إجراء العملية بنجاح دخلت آلاء حجرتها لتستريح فإذا بطرقات على الباب ودخول سيدة أنيقة وقورة تود أن تشكرها على المجهود الذي بذلته في إنقاذ ابنها الشاب الذي خرج من العمليات قبل قليل وفجأة قالت آلاء في دهشة إني أعرفك جيدا أنت الطبيبة الملاك رقية التي اعتنت بأمي وقدمت لها معروفا لن ننساه أبدا وبأثره أصبحت طبيبة وأخي مهندسة فعلا يا سيدتي كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء ابتسمت رقية ابتسامة جميلة وقالت لقد كبرت أيتها الصغيرة وأصبحت طبيبة ماهرة كم أنا سعيدة بذلك وفخورة بما وصلت إليه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون قال رجل لزوجته أنت طالق حتى حين وبعدها شعر بالندم الشديد على قوله هذا وأراد أن يرد زوجته لعصمته من جديد لكنه احتار في تفسير كلمة حين التي قالها فذهب إلى أكبر عالم بالمدينة يسأله متى يمكنه أن يعود إلى زوجته ولكنه لم يجد هذا العالم في منزله في هذا الوقت فذهب إلى المسجد الذي يصلي به ويلقي دروس العلم للناس فلم يجده أيضا ولكنه وجد أربعة من أمهر التلامذة العالم الجليل فقص لهم ما حدث بينه وبين زوجته وسألهم عن تفسير كلمة حين فقال له الأول لقد حرمت عليك زوجتك حتى الموت وقال الثاني حرمت عليك زوجتك لمدة أربعين عاما بينما قال له الثالث حرمت عليك زوجتك عاما كاملا أما الرابع فقال له حرمت عليك زوجتك ليلة واحدة ازدادت حيرة الرجل ولم يدر ماذا يفعل وفي هذه اللحظة دخل العالم الجليل المسجد ففرح الرجل كثيرا وذكر له ما حدث واختلاف تلامذته في تفسير كلمة حين فسأل العالم تلامذته عن سبب حكمهم فقال له الأول إن زوجته محرمة عليه حتى الموت لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز فمتعناهم حتى حين ومعنى الحين هنا حتى الموت فسكت العالم ثم سأل تلميذه الثاني فأجابه قائلا إن الله عز وجل يقول في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وحين هنا أن آدم مكث في الجنة أربعين سنة قبل أن ينزل الأرض فسكت العالم ثم سأل الثالث عن سبب حكمه فقال له إن الله عز وجل يقول في قرآنه مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين والحين هنا أكثر الثمر يثمر كل عام مرة فسكت العالم وأخيرا سأل تلميذه الرابع فقال له يقول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وحين هنا تعني ليلة فرح العالم بإجابات تلاميذه الأربعة ثم التفت إلى الرجل السائل وقال له خذ برأي التلميذ الأخير فإنه أيسر لك فمن سماحة الإسلام ورحمته بالمسلم اختيار الأيسر له مادام لا يخالف الشرع في شيء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون تزوج شاب فلبيني بإحدى الفتيات وبعد عدة أشهر أنجبت له طفلا آية في الجمال فتعلق قلب الأب به وأحبه حبا كبيرا ولكن بعد شهر مارض الطفل وظل الأب لمدة عام يحاول علاجه إلا أن الطفل لم يشفى وبينما كان الأب يحمله بين ذراعيه قال له الطفل ثلاث مرات الله ثم مات حفظ الأب هذه الكلمة جيدا رغم أنها لم تكن في لغتهم وظل سنوات ينتقل من كنيسة إلى كنيسة يسأل عن هذه الكلمة وكان جواب من يسألهم أنه ما زال متأثرا بموت ابنه وأنهم لم يسمعوا هذه الكلمة وبعد عدة سنوات جاء لهذا الشاب عقد عمل في السعودية وعندما وضع قدمه على أرض المطار سمع الكلمة التي يبحث عنها منذ سنوات لقد سمع المؤذن ينادي ويكرر الله أكبر سأل الشاب الصديقه الفلبيني الذي أرسل له عقد العمل عن هذه الكلمة فقال له لا أعرف شيئا سوى أنه عندما تسمع هذه الكلمة تغلق المحلات ولا تستطيع أن تشتري شيئا ذهب الشاب في المساء إلى البيت الذي سيسكن فيه وفجأة أيقظه المنادي عند الفجر بالكلمة التي طالما بحث عنها الله أكبر فخرج بعدها بقليل ومشى خلف من يمشون إلى أن وجد مسجده ولم يستطع أن يكلم أحدا لأنهم لا يعرفون لغته وانتظر إلى أن وجد رجلا من بلده خارجا من المسجد فسأله عن هذا النداء وعن المكان الذي خرج منه المسجد فشرح له أشياء كثيرة عن الدين الإسلامي ومن ذلك أن هناك بعث بعد الموت يلتقي فيه الناس بربهم وبأهلهم وعندها مباشرة قرر الشاب إعلان إسلامه فأخذه الرجل الفلبيني إلى إمام المسجد وبعدها إلى مكتب توعية الجاليات وقال له أنه يتعين عليه معرفة بعض الأشياء عن الإسلام إلا أنه قال لهم لا يهم أريد فقط أن أسلم وأدخل الدين الذي فيه خيرات عظيمة وأعلن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال مسرورا الحمد لله على نعمة الإسلام كم أنا سعيد لأنني سأجتمع يوم القيامة بابن الجميل الذي أنقذني من الظلام قبل أن يفارق الدنيا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون